بأحد أحياء عين برجة بالبيضاء تمكث رشيدة رفقة زوجها مع أحد المعارف فمعاناتها مع مرض موسى ما تزال مستمرة خطأ طبي قلب حياة الأسرة رأسا على عقب كانت نتيجته استئصال 70% من معدته وجزء كبير من أمعائه بإحدى مسحات الرباط إنقاذا لحياتها بعد أن كان قد خضع لعمليات جراحية أولى في مدينة النظور انتهت بخطأ طبي عرض حياته للخطر نارج لي كان قبل تقريباً شعام هذي كانت ضعاف وتصفار مشينا لعند طبيب قال لي رأى عنده يمكن فقر الدم تبعنا لي أرجع قال لك لا رأى يمكن عنده خصيدر وحدي دار دكتيو قال لك رأى يمكن عنده سرطان خصويدر العملية در نهالي في شهر شهر ثمانية موهم من مورا العملية بتقريباً شي خمسة عشر يومولا والتي تقيا والتي تقيا من بعد تقريباً شي شهر ونص ما بقى شي تقيا عادي والتي تقيا فيها الريحة فيها بحل الريحة المهم من بعد مشيت لعند الطبيب اللي دار لي العملية ما بغش يستقبلني قال لي سريع عن الطبيب اللي كنت متبعة معه في الأول جتو الرباط مني جتو الرباط لواحد الكلينيك هنا في الرباط يلا غير شايف ودك شي قال لي قال ليش كل يدار لي العملية كل يدار ولا يفعل نظر نفس الكلام لي قال ولي في وجده قال ولي في الرباط قال لي غادي يدخل العملية بغصة كبيرة في القلب يتحصر موسى على الحالة الصحية التي آل إليها فبعد أن كان مضرب مثل في القوة البدنية بين أسرته ومعارفه هو اليوم طريح الفراش معلول الجسد معاناة أثرت ليس فقط على موسى بل على الحالة الاجتماعية للأسرة برمتها بعد أن كان الرجل المعيل الوحيد لأسرة شتتها خطأ طبيب كنت أدار العملية أدارها يوم السبت حد اثنين خرج من الان عاش مشيت عن الطبيب قلت لي عن درا شنو لقيته قل يا تسيد اللي دار لي العملية أرى ما داروش خدمتهم قلت لي كيفاش دكتور قل يا راشدو قطعوا لي المسرانز داو والمرض رأخلو قلت لي واشنو قلك مني خلو المرض رأقل كرألقيت من الداخل لقيت الحمد يالو تهرى لقيته خمج قل يا را ما قدرتش زع ما حاولت نخلي لي زع ما المعداء حاولت ولكن قل يا مصد ما نخلي علاج يتطلب كثير صبر وإمكانيات مادية حتى يؤتي أكله ويرجع الرجل إلى أبنائه بعد أن فرقه عنهم المرض للمرأة خليوة شعوبات سمعه للمرأة خليوة شعوبات سمعه